أمودناكم في فقرتنا عدنا فقرة حول العالم بتكون اليوم من ليبيا من مدينة بنغازي والتحديدا من منتزه بنغازي نعم أكيد بنشوف هذا الجول اللي بنروح فيها الحين مع عدسة كاميرات موبايل أحد الأصدقاء برنامج 7 على 7 في ليبيا تحديدا في المنتزه تعالوا معنا مشاهدين ونتعرف على هذا المنتزه وفقرة حول العالم تحية حارة لتلفزيون الفجيرة مطلع الشمس أنا أحلم البدري من بنغازي من ليبيا نحن اليوم في منتزه بنغازي هذا البراح الواسع الذي يعتبر أكبر مساحة في ليبيا من حيث المساحة يرسده الناس في المناسبات يفتح أبوابه في المناسبات مجانا هذا المكان تقام فيه كثير من المهرجانات هو معلم من معالم مدينة بنغازي تقام فيه المهرجانات والفعليات والمناسبات في الأيام العالمية يرتده حتى المواطنين من المناطق القريبة اليوم نتجول لنأخذ أراء المواطنين عن هذا المكان وانطباعاتهم في ثالث أيام عيد الفضل المبارك تحية لتلفزيون الفجيرة مطلع الشمس أولاً نحب أن أقولكم كل عام أنتم بخير بالنسبة عيد الفضل المبارك وأنا حالياً متواجدة في منتزه بنغازي طبعاً ناس كلها تعرف منتزه بنغازي هذا معلم من معالم بنغازي ومكان نتلقوا فيه مع أصحابنا ومع الناس بالذات في العيد يعني وأنا اليوم متواجدة مع صديقاتي وأهل زوجي في المنتزه والحمد لله يعني الأجواء حلوة والعيال مبسوطين ويلعبوا ومكان مريح وكل عام متواجدة اليوم الأجواء حلوة في منتزه بنغازي هو عام معلم بنغازي معروفة الأجواء حلوة فيه الناس كلها تريح فيه نحنا اليوم جايين مع الأهل والأصحاب بأجواء العيد حلوة بكل هنا ونشكر تلفزيون فجيرة مطلع الشمس وكل عام متواجدة بنغازي من معالم المميزة في المدينة ويتميز بمساحة كبيرة تميز بها مدينة بنغازي ويحتبر هذا المعلم منفس للسكان المدينة والمناطق المجاورة كما يتميز بعدد معقول من الألعاب المخصصة للأطفال منتزه بنغازي مميز وفيه بعض الإمكانيات المتاحة في الوقت الحالي وكل عام متواجدة بمناسبة عيد الفطر السعيد ونشكر تلفزيون الفجيرة مطلع الشمس اليوم استضافونا الحق وكان فيه دخول مجاني وبيبة مفتوحة طبعا للجميع وكان اليوم تلاقي تنويها أنا وصديقاتي اليوم كان يوم حلو صراحة من مطلع النهار إلى اليوم هو معلم من معلم ليبيا حق مكان جميل وأروع ما يكون تحية لتلفزيون الفجيرة مطلع الشمس نحن توقعين في معلم المعلم مدينة بنغازي المكان هذا يحبوه كل أهل مدينة بنغازي وحتى بخارج مدينة بنغازي يأتي الناس في كل الأيام لكن يوم العيد له نكهة خاصة يوم العيد له نكهة خاصة فيجو الأطفال ويلعبوا ويستلوا ويغيروا في جوهم ونتمنى أن كل حد يشوفينا نتمنى أن يجي زور المكان هذي إياهي وفي النهاية نحب نقول تحية خاصة لقناة الفجيرة مطلع الشمس وشكرا لكم وكل سنة وأنتوا طيبين إن شاء الله